هذا ورد اليوم وزير العادل حفظ الأختام عبد الرشيد طبي في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والانتجار غير المشروع بها فيما ثمن النواب في مجمل تدخلاتهم مشروع هذا القانون وقدموا اقتراحات لتدارك بعض النقائص به